في خطوة تهدف إلى وضع إطار متكامل لموارد المالية العامة في إمارة أبوظبي أصدر حاكم أبوظبي الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان قانوناً بشأن النظام المالي لحكومة الإمارة القانون ضم في طياته مهام مسؤوليات دائرة المالية وآليات فرض الضرائب والإعفاءات بالإضافة إلى دليل لتسعير الخدمات الحكومية كما وشمل القانون أيضاً على الشروط الواجب على المؤسسات الحكومية اتباعها للإفصاح عن بياناتها المالية إعداد وتنفيذ نظام متكامل ستكون المهمة الرئيسية لدائرة المالية في النظام المالي الجديد لحكومة أبوظبي فستختص هذه الدائرة بإعداد كل من السياسة المالية للحكومة والموازنة العامة بالإضافة إلى إدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية ومهام أخرى وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم في إمارة أبوظبي فقد نص القانون على عدم جواز فرض أي ضريبة أو تعديلها إلا بقانون في حين نص على عدم جواز فرض وتعديل أي رسوم إلا بموجة بقانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي كما ألغى هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم مع استثناء المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة وألزم القانون المؤسسات والشركات الحكومية بإعداد وإصدار البيانات المالية النصف سنوية في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من نهاية نصف السنة المالية وأصدار البيانات السنوية في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من نهاية كل سنة المالية ترجمة نانسي قنقر